صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية صاحب الفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سعادة الأمين العام غوتيارس أصحاب الفخامة والسعادة أصحاب السعادة رؤساء الوفود ممثلين المنظمات أيها سيدات والسادة أولاً اسمح لي أن أعلق على الكلمة أيضاً وأن أهني عفواً جلالة الملك عبدالله والرئيس عبدالفتاح السيسي والأمين العام على هذا العمل الجبار واجتماعنا هنا وفي الحقيقة في أن المشكلة الآن معقدة إلى أبعد الحدود ومع ذلك هذا لا يعني بأنه هناك بصيص أمل في مثل هذه الصراعات وهذه الأزمات فإن العالم يصبح قرية صغيرة واحدة وأيضاً طبعاً نأتي من مناطق مختلفة ونحن مدعوون جميعاً بأن يكون لدينا آلية أو إيجاد آلية إنسانية لهذه المشكلة الطرق القدرات الممثلة في هذه القاعة اليوم لا يجب عليها أن تفشل في الوصول إلى قرار مباشر لإنهاء هذا الصراع ولإنهاء هذه المعاناة أمام المدنيين كما نرى يومياً وهذا ينقلنا بشكل مباشر لأيضاً أن نوفر الدعم إلى العمل الدبلوماسي وإلى المفاوضات من قبل الدول ومن قبل المنظمات لأجل الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وهذه الجهود التي هي مستمرة يجب أن يتم دعمها وبحيث أننا نستطيع أن نرى النتائج المثمرة وبشكل سريع جداً ونؤكد على حماية الأطفال وأسرهم وعائلاتهم وأيضاً إلى مساعدتهم في التعافي من هذه الظروف المنشآت مثل المستشفيات والمدارس وأماكن النزوح بحيث حاولوا هؤلاء المدنيين للوصول إلى ما يسمى ببر الأمان والتي تم استهدافها من قبل العمليات العسكرية والخرق لهذه المبادئ حماية المدنيين أثناء الصراعات وضمن أي ظرف من الظروف هو طبعاً يسبب أو يعطي لنا إنذاراً لأننا هنا نحن لا نتحدث فقط عن عمليات غير قانونية ولكن هنا نتحدث عن أرواح عن بشر يعانون مراراً وتكراراً ضمن هذا الصراع ومع ذلك فإن نحن جميعاً هنا نحاول وننظر إلى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وأن يكون هناك حلاً سياسياً والذي يجب أن نتحمل كل واحد مننا لدعم هذه العملية وأيضاً لأجل أن نعمق من إيماننا بأننا نريد أن نرى نهاية لهذا الصراع قريباً مرة أخرى أنا أود أن أشكر المنظمون لهذا المؤتمر لأخذ زمام المبادرة والقيادة لأن نتأكد بأن العمليات الإنسانية في غزة تسير على خير ما يرام أنا أشكركم على كل الجهود ترجمة نانسي قنقر